شكرا جزيلا والآن أدعوتي الكلمة لإلسينا جولو السيد الرئيس إننا وإذن أشكركم على تقريركم القيب نود أن نعبر لكم كلاجئين صحراويين عن انشغالنا العميق بخصوص تمادي دولة الجزائر الحادن البوليزاريو في التقاضي عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ترتكبها ترتكبها دون حاسيب ولا رقيب في حق ساكنة مخيمات تيندو جنوب الجزائر وكذلك فشل الآليات الأممية وعلى رأسها منظمة أغواث اللاجئين في تفعيل ولاية لحماية المخول لها بمقتضى اتفاقية جونيف فاللاجئون الصحراويين الذين يعيشون في خمس تجمعات سكنية مطوقة بالكامل من طرف الجيش الجزائري يعانون من أشرص أنواع القمع الذي تمارس قيادة البوليزاريو والجيش الجزائري الذي يلجؤون بصفة ممنهجة إلى القتل خارج القانون كما يدل على ذلك قتل 16 شاب صحراويين مؤخرا أثناء محاولة مغادرة المخيمات رأميا بالرصاص وكذلك حرق اثنين آخرين وهو محياء بعدما صب عليهم أفراد الجيش الجزائري البنزين بدم بارد كما يعتبر الاختفاء القصري من أكثر الوسائل المستعملة من طرف جلادي البوليزاريو لإسكات أي صوت يجر على فضح الانتهاكات الخطيرة التي تقترفها ميليشيات القيادة كما تدل على ذلك حالة والدي الكوري محمد سالم الذي يظل مجهول المصير منذ اختطافه ومئات الصحراويين الذين ماتوا تحت التعذيب وتم دفنهم في حفر مجهولة ضواحي مدينة تندوفة الجزائرية لذلك نطالب المجتمع الدولي الضغط على الجزائر من أجل تحمل مسؤولياتها حول الجرائم المرتكبة داخل ترابها من طرف جيشها وميليشيات البوليزاريو ضد الصحراويين بما في ذلك الكشف عن مصير المختطفين وتقديم الجلادينا للعدالة وشكرا اشتركوا في القناة